سقط يوم أمس السبت منطاد يعمل بالهواء الساخن قرب مدينة لوكارت وسط ولاية تكساس الأمريكية ووفقا لتقارير أعلمية المحلية لقي جميع ركابها الستة عشر مصرحهم وهو ما أكدته لاحقا الشرطة المحلية وأفادت محطة تلفزيونية المحلية أن الحادث حصل في ساعة السابع والدقيقة الأربعين صباحا بتوقيت المحلي حيث اشتعلت النيران في المنطاد فجأة ليسقط بعد ذلك في أحدى المراعي وعقب الحادث سرع موظفه إدارة الطيران الاتحادية ومجلس سلامة النقل الوطني إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات